من شان لأي حد عنده مشكلة أسفل الظهر الناس اللي عندها آلام أسفل الظهر الفكرة بكل بساطة بيبانت عندك مشكلتين المشكلة الأولى أن بتبقى العضلات ضعيفة محتاجة تقويات والمشكلة التانية أن العضلات بتبقى أفشى نتيجة أنها ضعيفة وأنت استخدمتها مرة واحدة فإحنا في الفيديو ده هنقول خمس سريتشات إزاي تبدأ تفك العضلة تلعبهم ثلاثة أيام في الأسبوع والفيديو جاي بإذن الله هقول لك برضو خمس سريتشات إزاي بقى تقوي العضلة تلعبهم ثلاثة أيام في الأسبوع فمشاكل أسفل الظهر تبدأ تتحل معاك أول تمرين معنا عشان نبدأ نفك العضلة عندنا ونبدأ نلعب اللي سريتش صح النيبوز عشان تبدأ تلعبه صح أنت هتنام كده عادي جسمك مفروض بتبدأ تشد طلع رجبتك الاتنين وتحط إيدك كده وتبدأ تسحبهم عليك أنت بتسحب مش بتعمل كده لأ أنت بتحاول تثبت الهب عندك على الأرض وتبدأ تسحب واحدة واحدة وتثبت لمدة عشرة لخمس واشر سامي وتشد كده أنت تبدأ تحس أن ظهرك بدأ إيه يشد معاك ويفك وبعد كده ببدأ أفرت تاني براها كده مرة بعملها من ثلاثة لخمس مرات آخر مرة أهو بطلع وأبدأ أحط إيدي وأبدأ أشد علي أكتر وأكتر ده كده أول تمرين تاني تمرين معنا اللي هو الروتيت نفسي برضو الفكرة أنا قاعدة هو نايم بس ببدأ أسحب رجل واحدة واشدها ببدأ هنا أشد دي وحط إيدي هنا ببدأ أشد شد 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 وإنت تساعتها تبدأ تحس إيه أن ظهرك بدأ يفك معاك وحاول ألمس على قد مقدر أهو أسبب برضو من عشر لخمس واشر ثانية وارجع تاني أجيب الرجل التانية هشد شد 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 أبدأ أسحبها معي وإيدي سابت وحاول إن أنا جسم سابت على الأرض وابدأ أسحب معي وفك مشكلة أسفل الضهر ثالث حاجة معي ما هو اللي تشايلد بوس اللي أنا برضو هعمله إزاي أو نبدأ به الكبرى الأول أنت برضو بتبقعد كده اهو أنا نايم على الأرض عادي هون ببدأ أقوم واطلع واشد دهري برضو عشر خمسة إلى خمتشار ثانية وارجع تاني ارجع واشد وافرد ظهري عالاخر اهو. اهم حاجة ببقى وسطي. لامس الارض. رابع التمرين معنا اللي هو الشالد بوز انا بقاعد عادي برضو. بابدأ اهو. بحاول امد ايدي شوية كده قدام. وابدأ انزل بالراحة بالراحة حاول امط ظهري اكبر حاجة ممكنة. اطول حاجة ممكنة. بعدها اهو. بزبط برضو هنا من خمسة لخمسة ثانية. وبعدها بقوم تاني. برضو التمرين ده انت بتعمله من ثلاثة لخمس مرات. اخر حاجة معنا في التمرينات هي انك تبدأ تشد عضلة الجلوتس. انا ببقى اهو. ببدأ ابدأ اطلع وشد عضلة الجلوتس. اعصرها لمدة عشرة برضو خمسة ثانية. وانزل تاني. قاعد اهم ثبت. اطلع. اعصر. وانزل تاني. وكده دول كانوا اول خمس سريتشات. ازاي ان انت تبدأ تفك العضلات وتبدأ تقويها برضو حاجة بسيطة. الفيديو الجاي بازن الله هقول لخمس سامرين عشان نبدأ نقوي منطقة الكورماصل. فبالتالي تبدأ تمسكلك اسفل الضهر فمحصلش اي مشكلة. كان معكم عامل شعراوي. سلام عليكم.